ملوك الأول 22 وعاد ثلاث سنين من غير حرب بن أرامو إسرائيل وفي السنة الثالثة نزل يهشفاط ملك يهوزة لملك إسرائيل فقال ملك إسرائيل العبيده تعرفوني رموكي العدينا وإحنا سكتين عنه ناخدها من إيب ملك أرام وقال لي يهشفاط تروح معي للحرب رموكي العدي فقال لي يهشفاط ملك إسرائيل زي زيك شعبي زي شعبك وخيلي زي يلي بعدين قال لي يهشفاط لملك إسرائيل اسأل النهاردة عن كلام الرب فجمع ملك إسرائيل الأنبياء حوالي 400 راجل وسألهم أروح لرموكي العدي الحرب ولا مراش فقالوا اطلع فيزقها السيد في إيد الملك فسأل يهشفاط مفيش هنا لسه نبي للرب فنسأله فقال لي يهشفاط في لسه راجل واحد ممكن نسأل الرب من خلاله ولكن أنا بكرهه لأنه ما بيتبأش على يخير لكن شر وهو ميخ ابن يملة فقال لي يهشفاط ما يقولش ملك كده فننه ملك إسرائيل مقصين وقال له صرع لي بميخ ابن يملة وكان ملك إسرائيل ويهشفاط ملك يهوزة قاعدين كل واحد على كرسي بتاعه لبسينه دمهم في ساحة عندما دخل بابه السامرة وكل الأنبياء بيتنبأه قدامهم وعمل صدقية ابن كان عنى لنفسه أرنين حديد وقال كده قال الرب بدأ تنطح الأرميين لحد ما يهنه وتنبأ كل الأنبياء كده وقاله اطلع لرمج العدوى فلح فيزقها الرب في يد الملك وعم الرسول اللي راح عشان ينادي على ميخة فقال له اهو كلامك للأنبياء ببقه واحد خير للملك فيبقى كلامك زي كلام واحد منهم وتكلم بخير فقال ميخة عايش هو الرب اللي لقوله لي رب بي أتكلم ولما جه للملك سأله الملك يا ميخة نطلع لرمج العدوى عشان نحارب وعلى ما نطلعش فقال له اطلع وفلح فيزقها الرب في يد الملك فقاله الملك كاما راستحلفك انك ما تقوليش الا الحق باسم الرب فقال شفت كل اسرائيل متشاتتين على الجبال زي خلفان من الاشرعي فقال الرب مفيش لدول اصحاب فيرجع كل واحد لبيته بسلام فقال ملك اسرائيل ياهو شفاط مش قلتلك انه ما بتنبقش علي خير لكن شر وقال هسمع بقى كلام الرب شفت الرب قاعد على كرسي بتاعه وكلها ساكر السماء وقف عنده علي مين وعلى شماله فقال الرب مين يغوي اخيب فيصلع ويوع في ربه جلاد فقال دا كده وقال دك هكده بعدين خرج الروح وقف قدام الرب وقال انا اغوي وسأل الرب ايه فقال اخرج وابقى روح كده فبق كل ما بيبته فقال انت تغويه وتقدر علي فاخرج وعمل كده ودلوقتي اهو خل الرب روح كده فبق كل ما بيبته وعدول والرب اتكلم عليك بشر فطلع صدقية من كانعنا وضرب مي خالفك وقال منين عد روح الرب مني عشان يكلمك فقال ميخا حتشوف في اليوم دا اللي تدخل فيه من قوضة القوضة عشان تستخبه فقال ملك اسرائيل خد ميخا وارجعوا الامون رئيس المدينة وليقاش ابن الملك وقول كده قال الملك حطوا دا السجن وقتلوا عيش ديء وميه ديء لحد ما يجب سلام فقال ميخا لو رجعت في سلام يبقى رب ما تكلمش من خلالي وقال اسمعوا يا شعب قلوك فطلع ملك اسرائيل ويهوشفاط ملك يهوزة لرمود جلعاد فقال ملك اسرائيل يهوشفاط انا اتنكر وادخل الحرب وعمنت فلبس هدومك فاتنكر ملك اسرائيل ودخل الحرب وعمر ملك ارام الرؤسة بتوع المركبات اللي عنده اللي اتنين وثلاثين وقال ما تحربوش كبير ولا زاير الا ملك اسرائيل الوحد فلما شايف رؤسة بتوع المركبات يهوشفاط قالوا انه ملك اسرائيل فمال عليها عشان يحربوه فصرخ يهوشفاط فلما شايف رؤسة بتوع المركبات انه مش ملك اسرائيل رجع عنه وحصل ان الراجل شد الوطر بتاع الوز بتاعه من غير ما يقصد وضرب ملك اسرائيل بينش رايح الدراء بتاعه فقال لمدير المركبة بتاعته ارجع ايدك وخرجني من جيش لاني جرحت وشدد الحرب باليوم ده وتوقف الملك في المركبة بتاعته وصاد ارام ومات عند المسا وجري دم الجرح لحطن المركبة وعاد تنيدت العسكر عند غروب الشمس وقاله كل راجل على المدينة بتاعته وكل راجل على الارض بتاعته فمات الملك ودخل للسامرة فدفنوا الملك السامرة واتغسلت المركبة بركة السامرة فلحسة كلاب دمه وغسلوا السلاح بتاعه حسب كلام الرب اللي كلم به وبقيه في مواضيع اخاب وكل اللي عمله وبيت العاج اللي بناه وكل المدن اللي بناها مكتوبة في كتاب اخبار الايام لملوك اسرائيل فرأى اخاب مع ابا هاته وملك اخذي ابنه بداله وملك يهوشفاط ابن آسا على يهوزة في السنة الرابعة لاخاب ملك اسرائيل وكان يهوشفاط ابن 35 سنة لما ملك وملك 25 سنة في أرشليم واسم امه عزوبة بنت شلحي ومش في كل طريق اثى ابو محاوتش عنه لانه عمل الدوري كانين الرب لكن الاماة ان العالية متشلش لكن كان الشعب لسه يتبح ويولى على الاماة ان العالية وصالح يهوشفاط ملك اسرائيل وبقيه امور يهوشفاط وجبره بتاعه لبينه وزاي حابب مكتوبة كتاب اخبار الايام لملوك يهوزة وبقيت الشوات جنسيا اللي فتن في ايام انسى ابوه فناهم من الارض وما كانش في ادوم ملك واللي ملك وكيل وعمل يهوشفاط صفن ترشيش عشان تروح لغفير لك للذهب فمرحش لان السفن كسرت في عسيون جابر واتهى الاخذ يا ابن اخاب ليهوشفاط يروح عبيده مع عبيده في السفن فمرضيش يهوشفاط ورأى الهوشفاط مع ابهاته والدفم مع ابهاته في مدينة داود ابوه فملك يهورام ابنه بداله وملك اخذ ابن اخاب على اسرائيل في السامرة في السنة السبعتاشر يهوشفاط ملك يهوزة ملك على اسرائيل سنتين وعمل الشر في عين الرب ومشي في طريق ابوه وطريق امه وطريق اربعام ابن نبات اللي خلى اسرائيل يغلطه وعبد البعل وركاله وغاز الرب الى اسرائيل زي كل اللي عمله ابوه